مرحبا وضحياتي للجميع في أربعينيات القرن العشرين نشر المفكر والباحث الكبير المصري علي سامي النشار المولود في القاهرة في سنة 1917 والمتوفى في عام 1980 فنشر كتاب مهم تحت عنوان مناهج البحث عند مفكري الإسلام مناهج البحث عند مفكري الإسلام وتناول فيه بشكل مفصل قضية أصالة الفلسفة الإسلامية وأصالة العلم الإسلامي وتحدث فيه طبعا عن مسألة التجديد في المناهج التي قام بها الفكر العربي الإسلامي طبعا لينتهي في نهاية هذا البحث المهم جدا إلى خلاصة تتألف من نتيجتين النتيجة الأولى تقرر أن مفكري الإسلام لم يكتفوا بأخذ المنطق الصوري الأورسطي من الثقافة اليونانية طبعا المنطق الصوري القائم على القياس لا برأي نشار أن مفكري الإسلام أخذوا وطوروا أيضا المنهج الاستقرائي ومن خلاله أوجدوا بعد ذلك المنهج العلمي التجريبي والنتيجة الثانية المرتبطة تقول بأن العلماء المسلمين وضعوا نواة هذا المنهج العلمي التجريبي طبعا لبل قوروه وأوجدوا بالتالي كل العناصر المشكلة لهذا المنهج وهذا المنهج والعلم الإسلامي بشكل عام انتقل بعد ذلك إلى أوروبا كما يقول النشار عبر إسبانيا ومن ثم ينقل النشار رأي العالم بريفو من كتابه انبثاق الإنسانية أو صنع الإنسانية فيقول ويقرر الأستاذ بريفو أن روجر بيكون درس العلم العربي دراسة عميقة وأنه لا ينسب له أو لفرانسيس بيكون أي فضل في اكتشاف المنهج التجريبي في أوروبا ولم يكن روجر بيكون إلا واحدا من رسل العلم العربي في أوروبا وينتهي بريفو أيضا بحسب النشار إلى أيضا خلاصة مهمة يعني يعيد فيها الفضل الأكبر في تطور العلم في أوروبا ومناهج العلم التجريبي يعني إلى العلم العربي وليس إلى العلم اليوناني كما هو شائع فيقول لقد أبدع اليونان المذاهب وعمموا الأحكام ولكن طرق البحث وجمع المعرفة الوضعية وتركيزها ومناهج العلم الدقيقة والملاحظة المفصلة العميقة والبحث التجريبي كانت كلها غريبة عن المزاج اليوناني إنما ندعوه بالعلم ظهر في أوروبا كنتيجة لروح جديدة في البحث وكنتيجة لطرق جديدة في الاستقصاء وهي طرق التجربة والملاحظة والقياس وهذه الروح وتلك المناهج أدخلها العرب إلى العالم الأوروبي وهكذا بالنقل يعني يوضح النشار طبعا وجهة نظره التي يعني يحاول في كل الكتاب أن يؤسس وأن يعني يثبتها هذه وجهة النظر التي طرى بأن الحضارة العربية الإسلامية يعني في ذروة تفتحها وفي ذروة ازدهارها لم تكن كمثل يعني مجرد ساعي بريد ساعي بريد بين اليونان مثلا وأوروبا أو كمثل مجرد جسر انتقلت من خلاله الثقافة اليونانية إلى أوروبا الحديثة لأن العرب بحسب النشار لا أخذوا العلوم اليونانية صحيح لكنهم بعد ذلك أضافوا عليها الكثير يعني أضافوا عليها لنقل كما وكيفا يعني جددوا وأتوا بإبداع أصيد خاصة في المناهج ومن ثم كما يرى النشار بعد أن طبعا أبدع العرب هذه المناهج وهذه العلوم ومختلف هذا النتاج الفكري والعلمي بعد ذلك وصلت هذه العلوم العربية طبعا التي فيها هذا الوجه من الأصالة والإبداع والتجديد يعني صح التعبير إلى أوروبا وبالتالي لا يمكن الفصل بحسب النشار بين النهضة التي حدثت في أوروبا بدءا منذ القرن السادس عشر وبينما تحقق من تقدم للعرب يعني قبلهم بوقت ليس بالطويل طبعا تقدم في مجالات المعرفة والعلوم والإتقان والخبرات ووضع المناهج والاكتشافات والكشفات إلى آخرين وبرأيي النشار أن هذا أمر أكثر من طبيعي طبعا في سياق طلاقح وتفاعل الحضارات الإنسانية وشكرا للمشاهدة